لم تجد أصولية غير هذا البيت القديم المهجور لإيوائها وأسرتها بعد أن نزحت من نيران الحرب في الخرطوم إلى نيران الحر في بورت سودان وهنا تبدأ رحلة معاناة جديدة الإيواء اللي قاعدين فوقه غير صحي معانا أطفال معانا نسوان كبار عيانات بالسكري بالدغب بوحدة معانا برضو عنده سرطان بالنوم في الشارع، بالنوم في الواطن، في فرشاد عادية البوغ حق الصخانة زادت مؤثر معانا مبادرات محلية ومنظمات دولية سارعت لتقديم العون للنازحين من إيواء وإطعام وخدمات صحية لكنها تواجه تحديات تتعلق بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مع ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة ما يستدعي تدخلا عاجلا لتحسين بيئة المعسكرات بالنسبة للتهوية ما فيه، كهرباء ما فيه الناس قاعدين في خيم وناس قاعدين في عمارة محجورة تقتم بهمش يقعدوا في الشارع يقعدوا في فسحة، خاتم فيها الكراتين ويقعدوا ما فيه، ما فيه، ولا مر واحد في كل المواقع هنا هيك من مقيفات، ما فيه كهرباء في كل المواقع وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر أعلنت عن حالات وفاة بسبب ضربات الشمس وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ونقص بعض أدوية الأمراض المزمنة الارتفاع الشديد في درية الحرارة وارتفاع الرطوبة المواطن يصاب بالهيتستروك وهي ضربات الشمس ويمكن دائما الفئات التي تصاب بهذا المرض هو الكبار السن والأطفال وحسب التقديرات الحكومية الأولية فإن مدينة بورت سودان استقبلت أكثر من 30 ألف نازح ونازحة منذ اندلاع الحرب في الخرطوم ارتفاع دراجات الحرارة في بورت سودان وسوء التهوية في معسكرات النزوح والانقطاع المتكرر للكهرباء كلها عوامل تفاقم معاناة النازحين الذين يفضلون أحيانا الخروج إلى أماكن مفتوحة رغم خطورة الحر الشديد عن البقاء داخل دور مظلمة تكاد تنعدم فيها التهوية تهاني إبراهيم الحرة بورت سودان شرقي سودان